من استطلاع الرأي الذي طرحته إنفوغراد خلال الأسبوع الماضي حول الموضوع الأبرز والمثير للجدل هل تتوقع أن تقوم النمسا يوماً ما بترحيل اللاجئين السوريين المرفوضين أو المدانين إلى المناطق الآمنة في سوريا عند الأسد أم أن الموضوع أكبر من سياسة النمسا هذا الاستطلاع شارك به قرابة 250 شخص 70% منهم قالوا نعم هذا ممكن و11% قالوا أن هذا مستحيل تنفيذه المقابل 19% قالوا أن هذا الموضوع أكبر من أن تتحدث النمسا به طرحة ضمن سياسة إنفوغراد التي تطرحها دائماً في استطلاع رأي المشاهدين والمتابعين قمنا بطرح هذا السؤال الصعب بصراحة على المشاهدين لنرى ما هو إيمانهم ودرجة يعني وعيهم السياسي في قراءة ما بين السطور في السياسة النمساوية وهل فعلاً النمسا ستتجرأ على ترحيل اللاجئين السوريين في أحد الأخبار يعني اليوم عندنا عدة عنوين النمسا تعيد مثلاً 76 مهاجراً من سوريا وأفغانستان إلى برغاريا حسب اتفاقية دبلن النمسا طبعاً أعلنت أنها خلال السنة الماضية تقريباً أو بداية هذا العام عفواً بداية هذا العام قامت بإعادة 76 مهاجراً إلى برغاريا التزاماً منها باتفاقية دبلن معظمهم من السوريين وأفغانستان وهذا يعني كما كان سابقاً أن برغاريا ورومانيا لا يعاد إليها اللاجئون اليوم أصبح هذا الأمر أمر واقع وبالتالي من يعيد اللاجئين إلى رومانيا وبلغاريا ليس من البعيد عنه أيضاً أن يعيد لاجئين آخرين إلى سوريا في مرحلة ما متقدمة خاصة أن النمسا لديها اليوم يعني علاقات دبلوماسية بشكل أو بآخر من خلال السفير النبساوي المقيم في دمشق إضافة للسفير السوري الموجود في فيينا والذي يمثل النظام السوري في كافة الهيئات والمؤسسات الدولية في فيينا على سبيل المثال هيئة الطاقة الذرية والأمم المتحدة وباقي المنظمات الأخرى الموجودة في هذا المشهد أيضاً في نفس الموضوع في نفس الموضوع خلينا نشوف ترحيل 12900 شخص وزير الداخلية يشيد بعام الترحيل وزير الداخلية من حزب الأوفوبي حزب الشعب الحزب الحاكم حزب يمين الوسط الذي من المتوقع أن يخود انتخابات صعبة للغاية من انتخابات مصيرية من المتوقع أن تخرجه من السلطة بشكل كامل وأن يذهب إلى المعارضة الانتخابات المقبلة في سبتمبر المقبل فقد أعلن وزير الداخلية جيرهاد كارنر عن مغادرة 12900 شخص في النمسا في العام 23 46 منهم غادروا قصراً يعني غصم عنهم يعني يعني اجي الشرطة أخذوهم وخطوهم بها السيارة وزدوهم بها الطيارة ورحلوهم إلى بلد المنشأ طبعاً حسب ما قال وزير الداخلية ضمن البيانة الذي نشرته الداخلية أنه يوجد العديد منهم هم أصلاً من مواطني الاتحاد الأوروبي وفي نفس الوقت يعني قالت أن نمسا شاد كارنر بالأحلى بالاتفاقيات الصناعية إلى عادة القبول مع سلاسين دولة مما في ذلك بلغاريا ورومانيا حيث تسعى هذه الاتفاقيات إلى ترحيل طالبين لشوء الذي لا تعتبر بلدانهم الأصلية آمنة وشدد كارنر على أن هذه الإجراءات تحقق نتائج وكان هذا العام أيضاً حصل تقريباً كشف كارنر عن الخفاض كبير في عداد طلبات اللجوء في العام 23 حيث تم تقديم 59332 طلب فقط من خفاض 47% عن 22 طبعاً هذا الخبر يمكن أن نشرناه أدة مرات باعتبار أن العديد من المنظمات الأوروبية والتقارير الأوروبية التابعة للفوضية الأوروبية قامت بتناوله بشكل أو بآخر فبالتالي انخفض عداد المقبلون إلى النمسا بين عامين إلى 50% ويبقى السوريون بالمقدمة بنسبة 61% من طلبات اللجوء المقدمة وفي نفس الوقت تم منح 19% منهم 14748 منهم اللجوء بينما حصل 8430 شخص على الحماية المؤقتة أو حق البقاء لأسباب إنسانية وبلغت نسبة القرارات السلبية 31% 24391 وتم إلغاء 31172 إجراء يعني يكون هؤلاء الأشخاص يجوا على النمسا وتركوا النمسا وراحوا لدولة أوروبية أخرى فبالتالي يعني على ما يبدو أن سياسة تجديد اللجوء في النمسا مستمرة ونحن استعرضنا هذا الأمر بالعديد من الحلقات والتحاليل القانونية التي قامت بها الأستاذة نيفين ساويروس من خلال البرنامج يعني الذي يبس تقريبا نصف شهر يعني مرة كل أسبوعين إلى ثلاثة ووضحت العديد من الأسباب التي أدت لهذا الأمر ترجمة نانسي قنقر